مستذكرين في هذه الأيام شهداء الأبرار وداعين لجرحانا بالشفاء العاجل طبعا عام بعد عام نحتفل بهذه الذكرى الجليلة وهي ذكرى تأسيس الجيش العراقي وخاصة يعني اليوم الذكرى الأولى بعد المئة سطر خلال هذا المئة عام والنيف أروع الوطولات والمراحم التي انتصر بها وآخرها كانت هي ضد التنظيمات الإرهابية وضد دواعش هذه المعركة الجليلة والفريدة من نوعها التي خاضها الجيش العراقي على المستوى القدر القتالية وعلى مستوى الصعيد لم تكن كأي باقي المعارك كمناطق مفتوحة أو مناطق مبنية لكنها مختلفة بكل المعايير والمقاييس وفي آخرها انتصرنا وكان نصرنا بحمد الله نعم أجدد الترحيف بك سيادة العقيد علاء العيداني وكل عام وأنت بألف خير سيادة العقيد كما هو معروف الجيش العراقي الباسل طوال أكثر من مئة عام كان معروفا بابتعاده عن الصراعات السياسية ابتعادا كليا ما ضرورة استمرار المؤسسة العسكرية في الابتعاد عن الصراعات السياسية للحفاظ على لحمة الوطن والحفاظ على أمن العراق وسيادة يجب أن يبقى الجيش العراقي عن الصراعات السياسية لأن الجيش هو حامل الدستور هو حامل الشعب وما شاهدناه في المظاهرات الأخيرة مظاهرات تشرين وقف الجيش العراقي محايدا ودافعا عن الشعب العراقي وعن أيضا عن ممتلكات الحكومية التابعة للمؤسسات وكان محايدا فعلا ليس من الجيد دخول الجيش في الصراعات السياسية ولربما انقلاب 58 الذي حدث كان له كثير من المساوع على الشعب العراقي ولربما المشاكل التي عاشها العراق هو بسبب الانقلاب وسبب تدخل المؤسسة العسكرية في الجانب السياسي نعم سيادة العقيد في ظل التقدم التقني والعسكري لدول الجوار ماذا يحتاج الجيش العراقي لمواصلة حربه ضد الإرهاب؟ الجيش العراقي أسوة بباقي الجيش يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة من خلال تنمية الوحدات القتالية على استخدام المهارات الفردية واستخدام التكنولوجيا الحديثة إن كانت في استخدام الآليات أو الأسلحة الخفيفة أو الطائرات المسيرة التي دخلت الصراع حديثا وهي تكنولوجيا حديثة لربما ذات فائدا في الاستمكان وضرب الأهداف من خلال الكاميرات الموجودة في هذه الطائرات وأيضا وصول الطائرات إلى أماكن لا يستطيع المقاتلين وصولها لذلك تكون أهدافها نقطوية وأهداف حيوية ربما تفي بكثير أو تكون قوة ساندة وداعمة للقوات الأمنية التي واجبها أو الدخول في القتال نعم سيدة العقيد كما تعلم منذ عام 2003 وإلى حد هذه اللحظة كان للجيش العراقي بطولة رائعة تسطرت في تخطي وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي هذا الموضوع زاد ثقة الشعب العراقي بالجيش العراقي إلى أي مدى يمكن اعتبار الجيش العراقي الآن صمام الأمان بالنسبة للشعب العراقي شوف يعني من 2003 إلى حد هذه اللحظة الجيش العراقي خاف كثير من المعارك وكثير من المشاكل على مستوى الإرهاب والقاعد وهذه التنظيمات التكثيرية صدقني لربما لو في جيوش أخرى لأنهارت لا أعتقد راح تبقى بهذه القدرة القدالية ولا راح تبقى بهذه المعنويات وهذه الإمكانيات لكن الحمد لله رغم هذا ورغم جراحاتنا استمر بالدفاع واستمر في القتال من أجل العراق واليوم نرى الجيش العراقي في مصاف الدول من ناحية القدرة القتالية لربما نحتاج إلى بعض التكنولوجيا لكن نتحدث عن خبرة قتالية نتحدث عن خبرة قتالية ميدانية حقيقية وليس تعبوية في جبهات لربما من قطاعات ذات جانب واحد أو قطاعات بدون عتدة حية نحن اليوم شاركنا في معارك حقيقية وهذه المعارك يعني فيما تحدث سابقا لم يأخذها أي جيش في العالم نعم سيادة العقيد رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها الجرحة ماذا عن حقوقهم هل تم ضمانها أم أن هناك عراقيل في استلامها طبعا هذه موجودة العراقيل ولكن ليس وزارة الدفاع مسؤولة عنها ولكن هناك الجهة التشريعية وهي لجنة الأمن والدفاع المسؤولة عن مطالبة حقوق وتنصيص القوانين وأيضا تعديل بعض القوانين والفقرات ما يخص بخدمة التقاعد العسكري وخدمة التقاعد للجرحة عدنا بعض الفقرات لكن هناك بعض الفقرات التي تحتاج إلى تعديل وإضافة أن نحتاج إلى بعض الامتيازات التي يستحقها الجرحة وعوائل الشهداء إن كانت على مستوى بناء المساكن أو على مستوى القطاع الأراضي وكافة الامتيازات الأخرى قدر الإمكاني يعني خنقول يعني متوفر جزء من عدها لكن بحاجة إلى كثير ومستمرين نحن في المطالبات ومستمرين في تحقيق الإنجازات واحدة والأخرى إن شاء الله على المستوى البعيد طيب سيادة العقيد كما تعلم أن أبطال الجيش العراقي يتعرضون بين الحينة والأخرى لحملات من التشكيك والطعن برأيك من المستفيد من حملات التشكيك والطعن هذه وإلى أي مدى سوف يؤثر ذلك على عمل المؤسسة العسكرية على تأثيرا كبيرا على عطائها المستمر نعم نحكي قبل 2014 ربما كانت تتأثر هذه على المعنويات وشفناها بمعارك 2014 لكن بعد 2014 بينا للعالم كانوا قبل يسموننا بالجيش الصفوي وجيش المالكي وجيش وإحنا مرتزقة وجايين على رواتب ما أعتقد اللي يجي على راتب يفقد بصره أو يفقد إيده ويشوف الموت بعينه ويبقى مستمر يقاتل ويضحي مثل ما قاتله وأخوانه كان يقدر يعوف المؤسسة العسكرية ويرجع إلى بيته ويشتغل أي مهنة مدنية لكن الكثير معهم أصروا وبقوا وقاتلوا ودافعوا رغم سقوطهم وسقوط أخوانهم من المقاتلين شهداء وجرحة لكن بقى المعنويات عالية لأن قضية كانت قضية وطن نكون أو لا نكون والحمد لله كانت جيش العراقي أهلا لها وانتصرنا طبعا عقيد علاء نحن بدورنا في قناة دجلة نهدي أطيب التهاني وتبريكات لجيش العراقي الباسل شكرا جزيلا لانضمامك إلينا اشتركوا في القناة